من وظائف الجلد المهمة برضو تنظيم درجة حرارة الجسم والموضوع ده عايز شرح شوي لأنه تنظيم درجة حرارة الجسم ده يعني أو الوظيفة دي بالذات يعني حاجة معقدة جدا جدا لكن هقولها لكم باختصار وفي جملة واحد المفروض أن احنا بنتعرض لأوقات يعني بيكون فيها الحرارة الخارجية يعني حرارة كبيرة جدا تمام؟ أو العكس أن فيه أوقات بتكون فيه أوقات برودة مثلا فبيكون الجو الخارجي درجة الحرارة باردة جدا جدا على سبيل المثال مثلا فيه بلاد بتبقى درجة الحرارة فيها في فصول أو في فصل الشتاء بتبقى تحت الصفر طيب يعني إيه بقى تنظيم درجة حرارة الجسم؟ يعني أن تكون درجة حرارة الجسم الداخلية ثابتة اللي هي ما بين 36.5 إلى 37.5 أو 37.4 شرط تمام؟ الجلد هو المسؤول عن هذه الوظيفة الهمة جدا زي ما بيتقال كده أو نقولها بلغة درجة الدنيا بره بقى تضرب تقلب الجسم ملوش دعوة الجسم درجة حرارة ثابتة ودي آلية في منتهى التعقيد فاهمين قصدي؟ أن الجسم ما يبقاش متأثر بالعوامل الخارجية أبسطها التقس الخارجي أو درجة الحرارة الخارجية اللي هي خارج الجسم يعني لا درجة الحرارة عالية درجة الحرارة منخفضة درجة الحرارة منخفضة جدا الجسم ملوش دعوة المسؤول عن إبقاء الجسم في درجة حرارة ثابتة في تنظيم درجة الحرارة دي وأنها تكون ثابتة هو الجلد تمام؟ شوفوا قد إيه الوظيفة دي مهمة طيب إيه تاني من وظائف الجلد المهمة؟ تكوين مادة الميلانين ومادة الميلانين دي هي المادة المسؤولة عن إعطاء الجلد لونه المميز يعني ايه؟ يعني فيه ناس بيبقى لونها مائل إلى البياض فيه ناس بيبقى الجلد عندها مائل إلى السمرة فيه ناس بيكونوا في النص وهكذا من خلال خلايا اسمها الميلانوسايتس بتفرز مادة الميلانين اللي هي بتدي للجلد الوضع بتاعه أو اللون الطبيعي بتاعه والميلانين ده بقى له قصة برضو الميلانين ده مادة مهمة جدا بتاقي الجسم من حاجات كتيرة جدا جدا على رأسها الأشعة الفوق البنفسجية اللي بتبقى موجودة في أشعة الشمس فلولا وجود الميلانين ده وعشان كده الميلانين كل ما كان أكتر شوية يعني الناس أصحاب البشرة الصمراء تلاقيهم جلدهم وجسمهم يتجنب حاجات كتيرة أو أمراض كتيرة أوي نتيجة أن الميلانين ده بيبقى زي مادة برضو دفاعية أو مادة بتاقي الجسم من حاجات كتيرة أوي ترجمة نانسي قنقر